بعد شهور من الحشد والترتيبات العسكرية تطرق المعركة معقل الحوثيين في صعدة معركة تضع الجيش الوطني والمقاومة في الطريق إلى قلب المعادلة العسكرية على الأرض وهد المنطقة الآمنة للحوثيين تفيد الأخبار الواردة أن قوات الجيش والمقاومة سيطرت على مواقع عدة في مديرية باقم المديرية التي تقع في أقصى الشمال الغربي للمحافظة وتتصل بمديريات عدة على الحدود السعودية مصادر في المقاومة أكدت أن القوات شنت هجوما واسعا على مواقع الميليشيا في مديرية باقم وتمكنت من السيطرة على منطقة مندبة كليا وبالسيطرة على مندبة تصبح السيطرة الكلية على باقم حتمية إذا ما تمكنت القوات من تأمين المواقع المحررة والمحافظة على مكاسبها العسكرية على أن الميليشيا تستميت في صد أي تحرك أو تقدم للجيش والمقاومة في هذه الجبهة التقدم الآخر لقوات الجيش والمقاومة جاء بعد بسط السيطرة الكاملة على البقر ومنفذ علب البري بالتزامن مع تحرير مواقع في مديرية محافظة الجوف المحاذية لا يعرف بالضبط مصير العمليات العسكرية الهادئة على الجبهات المفتوحة ولماذا أشعلت قوات الجيش الوطني والمقاومة جبهة صعدة وهل يمكن اعتبارها جبهة السنزاف لإرباك الحوثيين في معقلهم ووقف تصدير الميليشيات إلى باقي المحافظات الإجابة رهن النتائج المحمولة على العمليات العسكرية على الأرض فوقائع الميدان تشير إلى أن هذه الجبهة تتسع بتوسع الحضور العسكري لقوات الجيش والمقاومة غير أن إمكانية حسمها لمصلحة الجيش غير قائمة حتى الآن باعتبار صعدة منبع الحوثيين وقلعتهم الأخيرة